كثير من الناس اليوم مسكونون بنظرية المؤامرة يظن أن كل الناس يتآمرون عليه أو فهم حاقدون حاسدون لا يريدون له النجح ولا يريدون له الصلاح النفوس في كثير من مجتمعاتنا المسلمة اليوم بدأت تعافي النصيحة تترفع على النصيحة غابت فضيلة النصيحة في مجتمعاتنا أصبح الناس يتوجسون من قول الحق في وجه بعضهم البعض وبدلوا كل هذا بعشرات الممارسات التي جاء النهي عنها في هذه الآية الكريمة بالضنون والتجسس وأخيرا من الوقوع في الغيبة نحن ما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باغتياب الناس وإنما نتقرب إلى الله سبحانه بالضن الحسن بهم هذه الأخلاقيات والسلوكيات العطرة هي التي تحمل علاقات الإنسانية وتصمنها هي التي تجعل لك درع مع الله سبحانه وتعالى يقيك من الوقوع في الشر في الآثام وفي الذنوب وترقيك في منزلة التقوى والتوبة العظيمة